إن الحمد لله تعالى نحمده ونؤمن به ونتوكل عليه ونعود بالله من شروع أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يقلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبعِك عليه وعلى آل وأصحابه ومن اهتلى لهدٍ لليوم الدين أما بعد منذ بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يصطح بالدعوة المباركة إلى نوحيد الله سبحانه وتعالى إلا وناصبه أهل مكة العداء عداءً دائماً ليلاً ونهاراً إذاءً مستمراً في مثل هذه الأيام حدثت حادثة كان لها وقع كبير على رسول الله صلى الله عليه وسلم من تثبيت لقلبك ولكن قبل أن نعرف ما حدث لا بد أن نوجع إلى الوراء ونعرف ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام منذ بدأ يصطح بالدعوة المباركة رفت محمد صلى الله عليه وسلم once he declared the oneness of Allah once he started calling people to worship the one God Allah سبحانه وتعالى that the people of Mecca declared war against him fierce war that he and his companions were subjected to yet it never stood to him from continuing the way and continuing the da'wah preaching people until Allah سبحانه وتعالى completed this mission an event took place that was a comfort through Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم that comforted his heart and helped him to carry on in the through the heart of difficulties and hardship he was subjected to before we know what event took place we need to go back in history to know what happened to this noble Prophet صلى الله عليه وسلم and his companions from what? from only declaring that there is no God to worship but Allah before I spoke to you as I explained they used to worship stones if they cannot find stones they will get some sand some mud some dust and get the sheep milk the sheep and make an idol make a statue and make tawafu that idol what nonsense منذ بدا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرى الناس إلا ونصره أهل مكة العدا فهذا هو عقبة بن أبي معيد ينتهد فوسة السجونه حول الكعبة ويقبل بسنة الجزوع بعد أن يفضع النافة الأمعاء والدم والفرض ويلطيه على ذهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد يتعبد لله سبحانه وتعالى ومرة الأخرى يأتي هذا الشقيق ويحاول أن يفتقه بثومه وهو ساجد حول الكعبة لا لشيء إلا لأنه يقول لا إله إلا الله اعتدوا عليه بالضرب انتهموه بأنه مجنون انتهموه بأنه شاعر انتهموه بكل الاتهامات ولكن هذا لم يمنعه من المصاري في دعوته صلى الله عليه وسلم انتهموه بأنه مجنون انتهموه بأنه مجنون وكهر معه أبو بكر فقال أتمنون رجلا أن يقول ربي الله وأبو بكر نفسه رجل الله عنه اعتدوا عليه بالضرب حتى أنه ظنوا أن أبو رقل كتمن قد مات انحاروا عليه ضربا بالأحذية ورقل بالأرجل من أجل أنه قال لا إله إلا الله خرج خطيما في الناس وقف ليعلن في مكة أمام الكعبة أنه لا إله إلا الله فانحاروا عليه بالضرب حتى ضمنه أن أبو بكر نكاد مات كم مع Jewish قول في الواقع جواه و لمشاهد دفع قبلاته كانوا traveling كافر restoration كانوا من الاجتماعين ذهبنا وقامت بها لجنة المبنى لماذا هو يتفق سجود؟ لماذا؟ لأنه قال لا إله إلا الله هذا هو الحسب لا شيئًا في النهاية كانت يتحاول أن تفقق الروفة مع هذه الخلوة وقامت بها لكي يتفقق الروفة لأنه كان يتفقق السجود في القعبة لماذا؟ لأنه قال لا إله إلا الله أَمْ أَكْرَدَ اللَّهُ عَنْهُمْ كانت بيطنة أبوالدين أقول أبو باكر مرة أولي أنه سادقه أولي أنه ساعدت ماذا سنعقول هل أفضل الصحيح؟ ما حقًا لذنه لذنه لترجم أنه لم يريد لم يتفين له ولم يتفين لذنه نقوم بالساعدة للصحيح عندما أبيه رأيته أنه قد يصل له كمه حمد لله عندما أبيه رأيته تستطيعه خطفه أنكست أبو بكر رضي الله عنه هل هذا هو ما حدث للصحراء تعرفون قصة بلاد ولكن هناك كثيرا مثل بلاد هناك خدان بن الأرق رضي الله عنه وكان يعمل حدادا وكان عددا لإمرأة من قويش أم أنمار إمرأة سيئة كان يعمل في المحل حداد فكانت تأتي بالحديد المحمى عندما أشهر إسلامه وعرفت أنه اتبع محمدا كانت تأتي بالحديد وتضعوه على وقصه تكويه بالنار وأشهر يوما نارا ورأو فيها خباب بن الأرق رضي الله عنه ورأو عمر في خلفته فسأله ماذا فعلوا بك يا خباب فأراه ظهره قد مشح تماما هذا الجلد قد تفحم كل هذا في سبيل الله في سبيل لا إله إلا الله هذا هو خباب وفعرفون تصدق بلا رضي الله عنه وكان عددا عددا عندما تحدى أهل مكة كانوا يساومونه أن يقول شيئا عن آلهتهم فرفض وقال أحد أحد فكان يعذبونه في روضاها من كان على قرام مكة ودرجة الحرارة الخمسين خمسين درجة وهو صابت ثابت رضي الله عنه ليعطي مثلا لمن بعده أن الإيمان عندما يتمكن من القلب لا تزهزحوا الجبال وهذه سمية ورد الله عنها زوجة ياسر وابنها عمار يمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يستطيع أن يمنى عنه فماذا يقول لهم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة صبرا آل ياسر وتقفوا سمية لتدافع عن رسولها وحبيبها فيرميها أبو جهل عليه العائل الله بحروة فتبعوا في موضع الفاتحة فتموت رضي الله عنها وتكون أول شهيدة في الإسلام رضي الله عنها وارضا The series of hardship and persecution continued on the companions We all know the story of Bilal رضي الله عنه He was a slave and his master Umayyab ibn Khalf used to take him to the heat of the desert and lay him there in the heat and put a rock on his chest on his back and what he used to say لا إله إلا الله أحد أحد الله is one الله is one That is Bilal the slave who teach the free people how when the faith enters into the heart and fills in the heart with faith mountains will never shake this faith whatsoever but you do not know about Khabbam ibn al-Arab you do not know about him he was a slave as well and he used to work as a blacksmith and his mistress or the lady who owned him Umayyab was a bad woman she used to get the swords and the metal bars after getting heated in the fire and she used to put it on his head to burn him and he made a fire and he threw him back into the fire and the back of his body all the back was charred and was burned why? because he said لا إله إلا الله محمد رسول الله Yasir and his wife Sumayyah and their son Ammar were persecuted by the people in Mecca and what the Prophet could do to them to comfort them someone آل Yasir فإنما وعيدكم الجنة have patience the family of Yasir time will be paradise their war will be paradise and it was Sumayyah who stood to defend her Prophet when Abu Jahl said something bad about him and he threw a spear at her lower part of her abdomen and she dropped the dead رضي الله عنها to be the first murderer in Islam نُتَمَعْن بَخْلُومًا رضي الله عنها وعُبَّاق استمرت عزي واستمرت الوحانا إلى درجة أن رسول الله صلى الله وعليه وسلم فَأَخْرَى فِأَنْ يَتْوُكَ مَتَّ وَيَذْهَبَ إلى الطوارف ظلمًا أن هناك من يتبعه هناك أو ترقوا كلومهم أكثر من أهل مكة فلهب إلى الطائف مع زيد بن حارث رضي الله عنه وكان أهل الطائف أشد عليه من أهل مكة صلتوا صفهاءهم وصديانهم فرموه بالحجارة حتى أدد قدمه وجرح زيد في رأسه وكان هذا من أشد وأصعب ما مر برسول الله صلى الله عليه وسلم سألته السيدة عائشة هل مر أشد من أحد في غزب القحود عندما جوحه صلى الله عليه وسلم قال دعم عندما جاء من الطائف وهو يمشي ويمشي ويمشي حتى وصل إلى قول السعال إلى منطقة كان هذا إيذاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تقبل النفس كان صابر على النفس ليس الإيذاء الجسدي ولكن الإيذاء النفسي عندما اعرضوا له والصبيان والصغار ويعمونه بالحجارة فمشي ومشي ومشي حتى وصل إلى قول الثعال إلى منطقة هناك وهناك رأى سحابة تضله ورأى فيها جبرين عليه السلام فقال له يا محمد إن الله قد أرسل معي ملك الجبال فخدمه ملك الجبال وقال إن أربت أبط عليهم الأخشبين جبل مكة الذين يحيطان بمكة عقوما لهم فبقى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا لعن الله أن يخرج من أصلابهم من يعرض الله ولا يشهد به شيئا اللهم أهد قومي فإنهم لا يعلمون حقا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم يا رسول الله the journey took 10 days going and coming back he walked on the way and he invited people to Islam he may have there some softer hearts and more sympathizing hearts with him with his mission but the people there were more worse than the people in Mecca they threw stones and bricks at heads and humiliated him and his زيد بن حريث رضي الله عنه to the extent that he was injured the Prophet صلى الله عليه وسلم and زيد بن حريث was injured too and that was the hardest ever time that passed by the Prophet صلى الله عليه وسلم when سيد أعيش asked him was there harder time than in the Battle of Uhud when he was injured and he lost one of his teeth he said yes it was the day when I came back from Attaif and I kept walking and walking and walking humiliation it is the emotional other than the physical humiliation and he reached an area called and there he saw a cloud shielding him covering him he looked in the cloud he saw he said oh Muhammad Allah has sent the engine on the mountain and the engine on the mountain spoke to the Prophet if you will if you wish I will destroy the mountain as a punishment to punish the people for what they have done to you what did the Prophet صلى الله عليه وسلم say no it may mean that Allah will bring off the offspring those who will worship Allah oh Allah guide my people as they do not know we have sent you by mercy to all mankind حدثت حادثة الإسرائي والناراج و هذه الحادثة التي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر